اشتركوا في القناة اهلا بكم في حلقة جديدة من سهرة ملاعبنا نواصل فيها ما بدناه من تصفح ملف تراجع مستوى ونتائج منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم هل هي نهاية الجيل الذي وصفه بجيل الذهب مع تتويجه شابا بلقب آسيا 2008 وصعوده إلى مونديال القاهرة للشباب 2009 وتربعه على رأس عرش كأس الخليج للشباب ثم تأهله لأول مرة في تاريخ الإمارات وكرة الإمارات إلى أولمبياد لندن 2012 وحصوله على لقب خليجي 21 عام 2013 وحصوله على برونزيت كأس آسيا 2015 بداية مرحلة الهبوط بدأت في العام 2016 مع بداية تولي أو تولي قائمة أو قناعة لدى الشارع القروي الإماراتي بأن هذا الجيل يحمل معه حل من العودة إلى المونديال ولكنه لم يكن كذلك مع تكرار خروج لاعبيه عن النص وتحديدا في المراحل الحاسمة من المنافسات الرسمية في ملاعبنا اليوم سنتذكر المحطات التي نرى بأنها كانت أحد أهم وأبرز أسباب التراجع ونناقش مع نخبة من المحللين والنقاد الرياضيين والبداية كالعادة أرحب بضيوفي الكرام سيد أحمد خليفة حمد والأستاذ سامي الإمام أبو خليفة مساء الخير سنو حياك الله الله سنو حياك الله وبتول مساء الخير حياك الله فاصل أحبائي الكرام تفضلوا ببقائي معنا محاور ملاعبنا الليلة نبدأها بقراءة للمرحلة المقبلة وهي مرحلة ما بعد فان مارفك كيف ستدار الأمور في كواليس اتحاد كرة القدم حتى أبريل المقبل في المحور الثاني نناقش فيها لو كانت هناك أسباب أخرى أدت إلى تراجع مستوى ونتائج الأبيض منذ العام 2016 حتى الآن أما الجزء الثالث والأخير نخصصه لتحقيق الزميل منصور السندي من جريدة الإمارات اليوم والذي يطرح فيه عدد من السيناريوات الاستباقية لانتخابات مجلس إدارة اتحاد كرة القدم أحداث متسارعة منذ ليلة الأمس بدأت بإقالة سيد فان مارفك واليوم تقدم المهندس مروان بن غليطة باستقالته من مجلس إدارة اتحاد كرة القدم قبل لحظات من الآن ووفقا للحساب الرسمي لجريدة الخليج في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قدم المهندس مروان بن غليطة استقالته منفردا إلى الرئيس الفخري لاتحاد كرة القدم وكان موقع قناة سكاي نيوز العربي قد ذكر أن المرشح الأبرز لرئاسة اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون اتحاد كرة القدم إلى وقت إجراء انتخابات اتحاد الكرة في أبريل من العام المقبل هو الشيخ راشد بن حميد النعيمي فيما نشرت جريدة الإمارات اليوم عبر موقعها الرسمي خبر تقديم أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم باستقالة جماعية ما نعيشه اليوم من حال للكرة الإماراتية أصبح يحير الجميع القريب قبل البعيد بالأمس رحيل مفاجئ لفان مارفك ونهاية لمشروع أطلق عليه البناء واليوم استقالة لرئيس الكيان الكروي الأول في الدولة سعادة مروان بن غليطة صاحب مشروع الارتقاء بكرة القدم الإماراتية ورؤية عشرين ثلاثين بن غليطة الذي فاز في ثلاث أبريل من العام الفين وستة عشر برئاسة اتحاد الكرة بعد منافسة قوية مع ثلاثة مرشحين آخرين ها هو اليوم يعلن رحيلها طوال السنوات الماضية وضع الاتحاد لم يعجب الكثير بل ظهرت أصوات تطالب برحيل رأس الهرم خاصة بعد الودعية الحزينة من كأس آسيا التي استضفتها الدولة وقبلها الفشل بالتأهل إلى كأس العالم روسيا 2018 وسلسلة من النتائج الغير مرضية على صعيد المتخبات الوطنية الأخرى بل أن اتحاد الكرة بذاته شهد حالات استقالات من قبل الأعضاء على رأسهم سعيد الطنيجي نائب الرئيس وبعدها خليفة الغفلي رئيس لجنة الحكام السابق الذي هو الآخر تقدم باستقالته في أكثر من مناسبة رحيل المهندس قبل موعد انتخابات اتحاد الكرة بنحو الشهرين من الآن يطلح علامة استفهام كبيرة تزيد من الوضع تعقيدا ولكن في الوقت ذاته إعلان تواجد مروان بنغليطة في رئاسة لجنة الانتخابات القادمة قبل أسابيع أمر آثار الشارع وأبعده البعض على إثره من قائمة المرشحين لرئاسة الاتحاد في ولاية جديدة الوضع في كرة الإماراتية وهرمها الكروية بات غريبا ويشهد فصولا من الإثارة لا يمكن تفسيرها بسبب ولو في هذه الأيام على أقل اعتبار وربما نشهد توابع أخرى جديدة في القادم من الساعات بخريفة أجواء عاصفة منذ ليلة الأمس حتى اليوم يبدو أن حالة الصخطة الهائلة والواسعة جدا في الواسطرياضي أسقطت السيد مروان بنغليطة بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة الأمور متسارعة وبشكل مفاجئ من خلال 24 ساعة الماضية بالذات فبشكل ما أعتقد أننا في السنوات الماضية شفنا تسارع بهذا الشيء لأحداث الرئيسية مهمة جدا بشكل مفاجئ بشكل مفاجئ من ابتداء من إقالة أو استغناء عن فان ماربك مدرب المنتخب مضى عليه عدة شهور فقط هو جهازه الفني الكبير المكون من تسع مساعدين تسع مساعدين تسع مساعدين هو الكلام قلنا البارحة وانتهاءا اليوم باستقالة باستقالة رأس الهرم باستقالة رأس الهرم الأخ مروان بن غليطة بشكل مفاجئ وفيه تسارع في الوقت الذي ننتظر فيه عقاد الجمعية العمومية القادمة للتحضير للانتخابات التي تجري إن شاء الله في السنة القادمة حقيقة الشارع الرياضي في الإمارات يغلي وهذا الشيء واضح ومبين وصار لفترة وكان هناك مثل كرة الثلج التي تدحرج تكبر كلما تدحرج تكبرك نعم وهي عبارة عن كرة الثلج سببها النتائج المخيبة للأمال على مستوى المنتخب الأول بالذات والمنتخبات الأخرى في الفترة الماضية والتي ليست على حجم التطلعات وليست بالشكل الذي يرضي الشارع الرياضي وأعتقد أن هذه السنة سنة 2019 ما كانت سنة نتائج جيدة على منتخب الإمارات بداية كان كأس آسيا وانتهاء بكأس الخليج الذي كان مستاء بشكل أكبر منه الوسط الرياضي هو سوء حالي المنتخب نعم ولا تعبر عنه نتائجه في كأس الخليج وعدم الاستقرار ولا في كأس آسيا وعدم الاستقرار لمربع المنتخب على الاستقرار الفني الموجود فيه لتعاقب المدربين اللاعبين الشكل العام وعدم رضاهم عن الشكل الذي ظهر بالمنتخب في أغلب المباريات وخاصة مع فان مارفيك الذي يمكن توسمة الجماهير كله والشارع الرياضي فيه رجل صاحب خبرة وصاحب أحد الناس المعروفين القامات المعروفين في التدريب توسموا في التعاقد معه أن الأبيض الإماراتي يرجع إلى سكته وسكة يوجد لشخصية وكنا توسمنا هذا الشيء فيه لكن أعتقد أن زين خني في الشق لأن الشق الجانب الرياضي الجانب الفني لا لكن الشق الإداري كان عامل رئيسي في الوضع وتدهور الإسعال الكلام الكلام قلناه البارح وكلام قلناه أن لجنة المنتخبات عملها الإداري كان متخبط لجنة المنتخبات لم تحسن في كل الأحوال عملية اختيار المدرب هناك مشاكل كانت موجودة في المنتخب لم تحسن لجنة المنتخبات التعامل معها ولجنة المنتخبات الأمور الفنية كيف أنك أنت تختار مدرب فني بشكل فني وأنت ما عندك ناس فنيين أصحاب خبرة وأصحاب تجربة يعني موضوع مغيبين مغيبين تماما في هذا موضوع البنية موضوع البنية الفنية في اللجنة غير متوفرة يعني أغلب الأعضاء هم فهم إداريين وليس فنيين أرجع مرة ثانية ماذا تعني استقالة مروان بن غليطة هل هو تصحيح مسار أعتقد اليوم مروان بن غليطة كان فترة متبقية حوالي أربع شهور في التقرير قال لك تم انتخابه في 30 إبريل 2016 30 إبريل 2020 تنتهي المدة القانونية لتحدث وكان المتبقي شهور عديدة الشارع الرياضي طالب باستقالة تذكر طالب باستقالة مروان بن غليطة بشكل كبير بعد كاس آسيا لكن الرجل لم يعني هل كابر الرجل لم يلتفت هذا وواصل عمله وواصل عمله بمشروعه وهو يعلم أن الشارع الرياضي صاخط الشارع الرياضي صاخط بضبط لكن اليوم الحالة التي وصلها المنتخب وخاصة بعد المشاركة الأخيرة والشكل الذي ظهر بالمنتخب والنتائج التي مناسبة التي تبعث على الخوف من الدور الثاني في التصفيات المزوجة كلها ولدت ضغوط على الاتحاد وعلى رئيس الاتحاد بصفتها رئيس الهرام طيب الآن السؤال الآن السؤال أبو بطول السؤال الآن الرئيس إذا كان الرجل بعد أقل من 24 ساعة يقدم استقالته طبعا الاستقالة تقدم للجمعية صحيح أليس كذلك يقدمها لرئيس حسب الرئيس الفخري رئيس الفخري اسمو الشيخ هزاع حلو لماذا رجل أقال المدرب وبعدها بساعات يستقيل ألم يكن من الأجدى أو من الطبيعة أو من منطق أن يترك أمر الجهاز الفني بما أن النية متوفرة لديه بأن يترك هذا المنصب لشخصية أخرى تشغالها خاصة أن هناك شبه إجماع في الوسط الرياضي أن فترة مروان بغليط لم تكن فترة مرضية بالنسبة للشارع الرياضي وأفقدت كثيرا من رصيد كرة الإمارات صحيح وطبعا كنت أتمنى أن يكون هو يتكلم عن الحجر ولكن صعوبة أن يتحصل يتكلم في هذا الوقت الإشكالية الغالبية المطلقة غير راضية على المنتخب لكن نفس الغالبية المطلقة غير راضية على إقالة المدرب بالفعل أمس شبه إجماع أن الشارع رياضي في صدمة وأعتقد هذا الرد الفعل واحد من أسباب الاستقالة لأن إتحاد الكرة سواء كان قرار رئيس أو قرار مجلس الإدارة بالتمرير إقالة المدرب ما هو هذا الحل الجميع يتحدث يقول منظومة العمل كلها مش ماشية الآن هذه المشاركة كشفت شيء كشفت أن هناك لا يوجد فريق عمل واحد يعني المدرب يعمل في وادي والإدارة تعمل في وادي والدليل على ذلك والدليل على ذلك قضية عموري وشاهيد هل لدينا حقيقة الآن نستطيع أن نتحدث فيها لا حد يستطع لكن التصريحات التي طلعت لأن الاتحاد المعني ببيان وتوضيح هذه الحالة هل هؤلاء معاقبين هل هؤلاء معقين من الذي أجازهم من الذي أبعدهم لم يصدر أي بيان من الاتحاد وهو المعني مخول أسألك سؤال بإزالة هذا الموضوع الوضع المبهم استقالة رئيس الاتحاد وين طلعت طلعت في جريدة الخليج المفروض تطلع في موقع اتحاد الكرة في المواقع اتحاد الكرة يبعث بيان حتى المدرد ها حتى المدرد يا جماعة الجهة المسؤولة هي التي تعلن تأخر ببطول البارحة تأخر لتحاد الكرة في إعلانة قالت طيب العضاء أعتذر منك أنوه لهذا الخبر الذي على الشاشة أن بعض أعضاء من إدارة اتحاد الكرة القدم نفوا تقديم استقالاته بتفضل أنا أكد على كرام ببطول أن الاتحاد تأخر اليوم أمس بعد قالت مدرب مارفك في إصدار البيان كانت جريدة الاتحاد أول من نشر واليوم أول من نشر جريدة الخليج صحيح هذا لا يجوز هذا يدلك على أنه فوق إخفاق المنتخب عمل المؤسسي غير موجود عمل المؤسسي غير موجود يعني الآن شاهين يقول أنا ما أخذ رخصة من الجهاز الإداري والمنتخ واضح تماما وحتى عموري يقول لك عنده رخصة أنه يرجع لحظة واضح تماما زي موضوع عموري لا لا بس قزي خلي كمل جملتي ورجع واضح تماما أنه في ناس تأتي توجيه والمدرب يقول ما أعترف يعني المدرب أنا كلمت اللي تمشي ولا أحد غيري وطبعا ولا يلان في هذا الموضوع هذه الإشكالية أنت لما تتعاقد مع أحد مع مدرب إن شاء الله يجينا راسب كبر راسب والهول وعنده ثقة مورينيو ودنيا لكن لازم يفهم أنه في أمور إدارية أنت جهاز الإداري اللي حاطهم شو يصحون اللعبين من غرفهم أنه ناموا أصحوا من اللي يعطي إجازة هم يعطون إجازة لا يمنحون استمارات الجهاز الإداري هو اللي يمنح الإجازة إذا أعطوا كلمة يجب أن يحترم كلمتهم يحترم كلمتهم أبو بطول هناك نقطة هذه الكلام نقطة قلناها البارحة مخالفة شاهين عمر يقولون أنطبقوا إيها الداحة الداخلية للفريق للمنتخب لم يحولت الانضباط اللايحة اللايحة تقول لك أنه غرامة واستبعاد هل ترقى مسألة أن عمر يتأخر خلي الحنسة شاهين لكن عمر يتأخر عن تمرين عن تمرين التمرين إلى استبعاد من المنتخب طيب عندي استفسار في هذا الجانب لا بس في الوقت أنا لا أعرف هل ترقى أو لا ترقى لا لا في الوقت اللي كانت ثبر عليه في الوقت اللي أنت لم يجد سرور لا أتكلم عن مشكلته ومخالفته لكن لم يجد سرور ومخالفته حولت للانضباط واستبعد من المنتخب في أول تجمع رغم حجم المخالفة تم استدعاء تم استدعاء بسرعة في أول تجمع صحيح اليوم أنت هذه المشاكل تأخر عن التمرين هذه موجودة في كل الأندية لاعب يتأخر عن التمرين لاعب يغيب عن التمرين لاعب فيه لاعيح مالية غرامة مالية لا حمالية هل مدرب يستبعد من الفريق ما يستبعد عقوبة مالية خلّل العقوبة الموالية كون قاسية إذا قالي أنا هو المدرب لا بس أنا أقول لك لا لا ما يصير هذه مشاكل هذه المتكلم عن لجنة المندخبات ما تعرفت حل المشاكل هذه هذه مشكلة إدارية بحتة طيب خلني أقول خلني نضبط العملية عمر قبل أن يسافر بعد مبارات فيتنام اللي تحققنا فيها من سيد إسماعيل راشد وقلنا له شو وضع الصحي لعمر عبد الرحمن ووليد عباس حلو قال وليد عباس مصاب هذا خبر يعني احتمالية عدم لحاقة بمعسكر المنتخب بعد القرار بالمشاركة في كاس الخليج تأكد أنه لا يلحق عمر عنده مراجعة دورية هذا إسماعيل يقول عمر عنده مراجعة دورية هل عمر في حوزة الاتحاد أم أنه تم تسريح اللاعبين وهم في حوزة أنديتهم بانتظار التجمع يوم الجمعة اللي صادف يوم 22 ما قبل بطولة الخليج بستة أيام أو بربعة أيام هل هو في حوزتهم وبالتالي عملية سفرة الحجز والتأكيد عليه والمرافقة والمتابعة والتأكد من الدكتور الساعة التي سيصل الساعة التي سيرجع هل هذا موجود أو لا؟ نرى نحن بغضل نظرة هذا لكنه يرجع اليوم الفلاني رجع متأخر يوم غاب عن التمرين نزل التمرين متأخر هذه موجودة وتحدث بشكل يومي في كل الفرق لا بد أن هناك لاعب لاعبين يتأخرون لاعب فأنت اليوم عملية استبعاد من المنتخب تكون لشيء كبير لا لا صبر علي تكون لشيء كبير لمخالفة كبيرة ليس لأنه متأخر عن التمرين متأخر يوم ومتأخر كذا يا أخي عاقب بغرامة مالية عاقب بغرامة مالية أنت اليوم يعني أنا أقولك هذه تحصل دائما في الفرق دائما تحصل هذا دور الجهاز الفني دور الجهاز الإداري عفوا كيف عنه حل الأمور مثل هذه أي مدرب يبغي اللاعبين على الموعد يبغي بالتزام معين لكن عندك لايحة داخلية لم أجد سرور حولت على اللجنة الانضباطة لكي تعاقبه هذا عاقبت بموجب اللايحة الداخلية التي لديك لم أجد سرور أعلنت عن استبعاده لم أجد سرور وقفت قبل لجنة لنظباط قبل أن تصدر عقوبتها ووقفت وبعدين نصدرت عقوبتها ويأت استدعيتها رغم أن جرمه كان يعني أنت صورتها جديد أنه كان مخالفة كبيرة وهذا لاستبعادتم هل هي الفكرة؟ لا لا وقفت الحجم مخالفة الكبيرة وقفت قول ما يصدر القرار لجنة لنظباط بخمس مباريات في حالة مثل هذه إذا كل لعب عندك يتأخر في المنتخب يتأخر عن تمرين يتأخر عن تجمع يتأخر عن كده لا يتخلي حد يتعاقب على الاستبعاد لا يتبع حد هذا ليس الحل هذا بفتصار الاتحاد في زمن مروان بن غليطة الرجل المحترم ليحترم أنه قدره لم يكن فيه شفافية لا أول شفافية ليس موجودة الأداء الإداري الأداء الإداري سلبي الأداء الإداري يعني ضعيف جدا ضعيف جدا يمكن أن أداء الإداري على مستوى الأندية أحسن وأرقى وأعلى ضعيف جدا الأداء الإداري ضعيف جدا هذا بحد ذاته عنوان أخذني الآن أتحدث ونتقل إلى زميل ضياء الدين علي بوزياد رئيس قسم رياضي في جريطة الخليج بوزياد مساء الخير أهلا بك أبو مروان وبأمور الشرع الكريم وجوهك العزة حياك الله بوزياد أنت الآن ربما يعني تتابعون الآن تفاصيل الأخبار التي تترى وتتلاحق بشكل متسارع ما هي أهم وأبرز الأخبار المتوالية لديكم يعني إحنا بدأنا من عند استقالة مرام من غليطة وده كان أهم مع الأخبار أو هو الحدث الأساسي اللي من رجلت من وراء كل الزوابع والدوامات اللي بايرة حاليا هي على ذلك لا يوجد فيها اجتهادات هو الاستقالة أكيد تم إعلانها وما يعقوبها هو اللي فيك كثير اجتهادات يعني يعني اللي فيك اجتهادات هو ما بعد ذلك حتى الآن اللي لجنة موقفة بإذن الله ستكون ستدير إضحاد كل القدم والترجحات اللي عندنا اللي يكون عبدالله الجنيبي هو على رأس هذه اللجنة حتى يعني برحاد 3 أشهر القادمة وأقوى المرشحين لرئاسة اتحاد الكرة حسب المعلومات حتى الآن عشان ما يبقاش فيه مبادرة إلى يعني نقول المربع لسه ما وصلنا روش بشكل أكيد أقوى المرشحين لخلافة مرامن غليطة هو الشيخ راشد بن حميد بن عين طيب واللجنة المؤقتة شو دورها لجنة المقادرة هدير لاتحاد لمرحادة الفترة الثلاث شهور القادمين حتى يتم خيارة جديدة طيب والشيخ راشد بن حميد أنا أقولك ده اكتهاد يعني هذه أخبار يعني ربما يعني يعني غير مؤكدة الترشيح بالنسبة لراشد بن حميد غير مؤكد لكن ده قدر تقول بنسبة 90 في المنية حتى طيب هل هناك لديك أخبار ثانية وتبقى معاي بس إذا تكرمت وزياد إذا عندك خبار ثانية ويعني ممكن يعني تقدمها لنا الآن ولأني أخذ رأي أبو خليفة لأن موضوع اللائحة حتى نشرناها على تويتر ونشرناها حلو حلو موضوع اللائحة الموضوع اللائحة أبو خليفة العودة في مثل هذه الحالات إلى اللجنة للجمعية العمومية لإعتماد الشكل الجديد للجنة المؤقتة ولرئيس لرئيس المجلس إدارة مؤقتة حتى الانتخابات القادمة شوف اللائحة على حسب النظام الأساسي معي أبو خليفة أخذك معي أبو زياد أخذ منكم أبو خليفة وإياه العاني يتحد النظام الأساسي للاتحاد يفرض انعقاد مجلس إدارة الاتحاد خلال سبع أيام لاختيار في حالة الاستقالة في حالة استقالة الرئيس حلو لاختيار خلال انعقاد مجلس إدارة الاتحاد خلال سبع أيام لاختيار نائب الرئيس للقيام بمهام الرئيس لحين انعقاد الجميل العمومية التالية التي تعين رئيسا جديدا بالانتخاب هذا في حالة استقالة الرئيس وعدم استقالة الأعضاء وهي الحالة الموجودة اللي غاية الحين اللي غاية الحين الأعضاء ما استقاله هل في أحد من الأعضاء استقال أبو زياد هيتم الاستقالة على التوالي حاليا الآن لأن فيه من الأعضاء من نفى تقديم استقالته فإذا بدأت بأحد الأعضاء هل تلجم الآخرين تقديم الاستقالة لا هم ليس الزياد لكن هناك اتفاق الحالة التي سنكون معنا بإذن الله غالبا في حالة استقالة غالبية العضاء الجزء الثاني من الجزء الثاني في حالة استمرار استقالة غالبية لأعضاء المجلس يتجتمع الجمعية العمومية خلال أسبوع بدعوة من الأمين العام ويرأس الجلسة أكبر سنة من أعضاء الجمعية العمومية ويتم تشكيل لجنة مواقعة من الحاضرين على أن تتم الدعوة لعقد جمعية عمومية انتخابية خلال ثلاث أشهر للتجديد لتحديد انتخابات المجلس الجديد الآن صفة القانونية إذا في شخصية من خارج الاتحاد هل اللائحة فيها نص قانوني الشيخ راشد بن حميد ورئيس نادي عجمان صح أو لا صحيح رئيس رئيس عجمان عجمان رئيس مجلس أيوة هل تجيز اللائحة بما أن مش عضو ولا منتخب سابقا أن يصبح رئيس مؤقت لا ترهو الشيخ راشد في الحالة الأولى لو كان القيسار الأول مع بقاء مجلس إدارة مع بقاء مجلس إدارة مع بقاء مجلس إدارة نادي الرئيس يصعد إلى يكون رئيس يعني عبدالله ناص الجنيبي عبدالله ناص الجنيبي إذا في حالة بقاء الأعضاء بعدم استقالاتهم أو عدم استقالات الغالبية بس إذا استقال غالبية الأعضاء الأمين العام يدعو لاجتماع الجميع عمومية خلال سبعة أيام ويرأس الجمعية العمومية الأكبر سنة وتشكل لجنة مؤقتة من الحاضرين وفي هذه الحالة يمكن يعني 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 ممكن أكيد لك فضرب زياد ممكن أكيد لك أن العضالة جنيبية مستمر في في الإدارة حتى كنت القدم ولك أن تتوقع كيف سيكون الوضع حيث سيكون على رأس اللجنة المؤقتة حتى إشعار أخر يستمر دي معلومة ممكن مؤكدة أن العضالة جنيبية مستمر باقي باقي وهم حاجة يمكن يحب يسمعها الناس ممكن أن بعد اللحظات من تقديم الإسئالة المهندس مرام الغليطة يعني يعني أعرب عن الانتنان والإستقال الكبير الذي كان يتمتع بها خلال فترة عمله ويأكد أنه كان يعني يبذل كل المطبع للتحرص النجاح المنشود خلال فترة عمله أبو زياد أنا سألت سؤال سؤال لبوبتول ساسامي قلت لي التفسير المنطقي لاستقالة سيد مروان بن غليطة بعد إقالة المدرب يعني لماذا أقل المدرب ثم استقال يعني لماذا لم يبقي المدرب بما أن النية موجودة عنده أن يستقيل لماذا يعني لم يقوم 24 ساعة السينار يهدي كلها حاجة اقتهدات من اللي يقراها أو يسمعها يعني فيها كثير زي ما تقول رؤية إلى حد ما كانت هل خلنا نسأل خلنا أن يكون أكثر جرأة في الموضوع هل طلب يا من مروان بن غليطة أن يقدم استقالة هل لاحظتم أمس بما أن الصحافة نشيطة على التواصل الاجتماعي هل لاحظتم أمس أن هناك شبه إجماع جميع النشيطين في السوشال ميديا أمس أو التواصل الاجتماعي الجميع بدون استثناء الرياضيين وغير الرياضيين المهتمين وغير المهتمين في الوسط الرياضي الإماراتي يعني في حالة صدمة ويقول لك لماذا لم تستقل إدارة الحال ولذي ما حم إلى المدرب المسؤولية رغم أن الجهات الأخرى أكبر مسؤولية منه أنا أريد أقول لك على حاجة بس عشان يعني من حق المصدر أنه يقول وقت ما يحب يقول يعني هو يشرح في الوقت ومناسب كما يرى الأخي مرام من غليطة وعد بأنه يعني يشرح تفاصيل ومولبسات الاستقالة وكل ما يخص فترة عمل وفترة الفاتف في حوار خاص إن شاء الله للخليج الرياضي أنت تكلمت معه نعم شو أبرز يعني شو أبرز للحوار اللي دار معه دلوقتي مش مناسب لإعلان تفاصيل في الوقت لحرك زي ده وقريبا جدا هيتواصل مع الشريع رياضي ويعلن كثير من الأخبار والتفاصيل اللي كانت يهم منهم يعرفوا أنا شاكر لك بزيات شكرا جزيلا الله يخلي شكرا يعطيك ألف عافية شكرا يعطيك ألف عافية إن شاء الله طيب إذا حاولنا أننا يعني الآن خبر منتشر بشكل كبير وواسع وحتى فيه حسابات قوية مثل عديد الإمارات هذه الحسابات قوية وغالبا أخبارها تأتي موثوقة كيف ممكن صياغة الصفة القانونية ل الشيخ راشد بن حميد حتى يتولى راشد بن حميد من الشخصيات التي ربما يعني لا يختلف على اثنين أنه سيكون رافعة قوية لكرة الإمارات شوف في كل الأحوال نحن لابد أن نمشي على النظام الأساسي النظام الأساسي والكلام نحن قلنا الأساسي نبتعد عن شبهة التدخل الحكومي أه لابد أن كل الأمور يعني خلا تكون توافقة مع النصوص ما لا أعواج وكل الأمور تمر من خلال الجمعية العمومية يعني في الحالة الأولى حالة عدم استقالة الأعضاء يبقى المجلس مثل ما هو المنتخب من الجمعية العمومية ويكمل دورته يكمل أربع شهور هذه ونائب الرئيس يعني يحل محل الرئيس وتولى وتولى الرئاسة للتحاد للفترة الباقي في حالة تقدم الأعضاء أو أغلب الأعضاء أكلهم أو أغلبهم باستقالتهم هناك دعوة لجمعية العمومية جديدة السبعة أيام هذه غير عن السبعة أيام الثانية الي سبعة أيام Joj Liza إصطقالت الرئيس فمجلسا إدارة ورئيس الاتحاد تجتمع لي سبعة أيام قال منك مجلس لإدارة نجتمع لا جمع העمومية حلو المجمع الأعضاء نعود لك كل شيء يمر مثلا جامحة العمومية المجلس الإدارة الحالي مره من خلال الجامحة العمومية أي لجنة تشكل تحيلا المجلس الإدارة تمر من خلال الجمعية العمومية كذلك فالجمعية العمومية من الحاضرين تختار اللجنة المؤقتة من الحاضرين في هذه الحالة سموه شيخ راشد بن حميد أو من كان يمسك الاتحاد لا بد أن يكون من الحاضرين في الجمعية العمومية هل يجع سموه مرشح عن نادي عجمان أو مندوب عن وقع يصير طبيعي ممثل نادي عجمان هذا هو ممكن سياق خانوني نحن نبتعد عن شبهة تدخل الحكومة واضح الفكرة اليوم مرورة بنغريطا قدم استقالته قدم استقالته وصار عننا موقف يتحمل حالتين يا استمرار المجلس برئاسة نائب الرئيس يا انتخاب لجنة مؤقتة تدعو إلى انتخابات ثانية خلال ثلاثة شهور وطبعا الجميع العمومية تختار لجنة مؤقتة واللجنة مؤقتة تدعو إلى انتخابات حسب النظام الأساسي وما أعتقد أن الأخوان الموجودين أن يخرجون عن هذا الشكل عن هذا السياق حلو الأستاذ أحمد أبو الشايب الرئيس القسم الرياضي في الإمارات اليوم مساء الخير حياك الله أستاذ أحمد حياك الله تحياتنا ركس سيد علي أهلا وسهلا الأمارات اليوم في قسم الرياضي ربما الجهة الوحيدة التي أشارت إلى استقالة أعضاء مجلس الإدارة وهناك أخبار أخرى تؤكد بقاء أعضاء مجلس إدارة أين نحن بين الخبرين ومن الطبيعي أستاذ علي أنه طالما استقال الرئيس الإتحاد يستقيل مجلس الإتحاد الاستقالة قادمة وهذه مصادر تتحدث من داخل الإتحاد أكيد هذا شيء أكيد لازم تستقيل مجلس الإدارة كاملة واللجنة المؤقتة لا شو لجنة المؤقتة ستحل مكان الإتحاد والله أحنا أصبحنا في ريبة من العمر هل استقالة الرئيس تتطلب أو تأخذ الجميع معها كإجراء أم أن رئيس المجلس الإدارة أو رئيس الإتحاد جاء بالانتخابات منفصل عن النائب والأعضاء لا أستاذ طالما الرئيس الإتحاد استقال طبيعي لازم مجلس إدارة الجميع يستقيل وهل لائحة تقول ذلك لائحة قانونية في النظام الأساسي نعم لا سبب لا سبب تشكيل لجنة مؤقتة يعني إذا طالما الإتحاد موجود لا يوجد داعي سفك لجنة مؤقتة وبالتالي طالما طالما إحنا لجنة مؤقتة معناتها ضمنيا الاتحاد استقال جماعيا هذا منطقي الأخبار الأخبار بعيد عن الجانب لأننا قبل قليل ناقشنا اللائحة مع سيد أحمد خليف حمد وقال اللائحة واضحة بعد استقالة الرئيس الاتحاد يلجأ مجلس الإدارة إلى اجتماع بعد أسبوع من الاستقالة لتشكيل لجنة مؤقتة إذا لم يعني يتم الأمر في هذا السياق تنعق الجمعية العمومية بعدها بأسبوع للتعامل مع الحالة وانتخاب أو تعيين لجنة مؤقتة لتسيير الأمور حتى موعد الانتخابات القادمة مضبوط الكلام صحيح 100% لكن المصادر تقول أن هناك الاجتماع القادم لاتحاد الكرة سيتم تقديم استقالة جماعية المصادر من داخل الاتحاد صحيح؟ أكيد طبعا من أعضاء المجلس أكيد طبعا من أعضاء مجلس إدارة هل الأمان العامة جزء أم الأمان العامة ممفصلة عن هذا الموضوع عن موضوع مجلس إدارة؟ والله أنا تشكيل الاتحاد من الداخل يعني شوية ما عندي خبرة فيه كيف طريقة تشكيل وتعامل في الاتحاد هذا يعني كان عنده شوية ضموم في إدارة وفي طريقة عمل وما صراحة ما قدرنا نحن ضيب السيد أحمد تميل إلى أن قريبة استقالة البقية من خلال مصدرك؟ المصدر اللي نشرناه أنه من داخل الاتحاد كرة تقدم أنه الأعضاء أعضاء من الاستدارة رح يتقدموا أو رح يتقدموا باستقالة جماعية في الاجتماع المقبل في الاجتماع المقبل طبعا لا يجب أن يكون فيه معطارة لأيام هذه الجاية لا أعرف كيف يكون يوم الأحد أو نحن حسب الدوام طبعا لا تعرف التوقيت الذي يحددونه أنا لا أعرف خبر بالتوقيت المهم أن الخبر لديكم أن هناك استقالة قادمة خلال الساعات القادمة أو الأيام القادمة أنا شكر لك شكرا لسيد أحمد وشايب رئيس القسم الرياضي في الإمارات اليوم شكرا جزيلا شكرا جزيلا تحليقك شكرا لدينا حادثة سابقة حصلت لما استقال يوسف السركال وقد أخذتني الذاكرة كان معالي محمد خلفان رميثي نابر يستحاد صحيح ومسك رئيس الاتحاد وكملوا صحيح لدينا حالة ثانية لما استقال معالي محمد خلفان رميثي أعضاء الاتحاد كلهم استقالوا حتى بما فيهم سعيد عبدالغفار نائب لا كان نائب نعم كان أمين حتى استقال من أمين عام الليجنة الأولمبية قال لي أنه أنا مرشح من جهة استقالت يعني طلع من السحاد بما أنه طلع من الاتحاد يطلع من هو طلع من الاتحاد الكرة استقال من الأمانة العامة قال لي أنني متضامن مع جماعة واستقال فأنا مستقيد فالفكرة قصدي عندنا نموذجين في استقالات لما استقال السركال ما استقالوا الأعضاء وكمل الرميثي والمجموعة ولما استقال الرميثي استقالوا الأعضاء أعتقد هو قرار الاستقالة قرار خاص لا تجبر اللائحة لأنه مدام الانتخابات ولا تلزم عقد اجتماع عشان يقدموا استقالات نعم يقدموا الاستقالات بدون اجتماع نعم مثل ما قدم رئيس الاتحاد رئيس الاتحاد ما قدم في اجتماع قدم ما اسمه الرئيس الفخري بدون اجتماع اليوم الأعضاء إذا كانوا يقدموا الاستقالات ما أعتقد أن ينتظروا اجتماع دعني الآن سعاد مروان بن غليطة تقريبا فترة خلاص انقضت وانطوت وذهبت بحسناتها ويعني حميدها وغير حميدها دعني أسأل الآن سؤال واضح سعاد مروان بن غليطة بعد كأس آسيا قال نحن لم نفشل وهذا شهير جدا في لقاء التلفزيون الشهير نحن لم نفشل لكن نحن لم نوفق هل فشل أم هو عدم توفيق السؤال لا تقييم المرحلة بإجماع الناس كلها أنا فشل اليوم أنت حدث لك هدف وما وصلت لهدفك كان الهدف الذي أعلن عن أخ مروان أن المباراة النهائية في آسيا والكأس وكأس العالم وكأس العالم قبل لا خلنا بس نتكلم عن مرحلة كأس آسيا كأس آسيا أن نلعب في المباراة نهائية وهدفنا الكأس وإعلن هذا في مقابلة وموثقة موجودة صحيح طيب ذكر نقال نهائي نعم نهايي نهايي فأنت إذا ما حققت هذا الهدف كيف أقيمك إذا حققت الهدف نجاح وإذا ما حققت هدف عدم توفيق هناك ردهم أبو خليفة بوب تول هناك ردهم على هذا الموضوع يقول لك أنني وصلت دور الأربعة ولكن لا وصلت هدفك أنا معك على شكرا يقول لك أنا لم أوفق لا لا أنت ما قلت أنني أصل دور الأربعة ما قلت أنني هدفي المربع ولكن قلت هدفي البران نهاية وهدفي الكاس صحيح ولكن في عالم رياضة ممكن تضع أهداف لا توصلها معنى إذا وصلت لها ها يعتبر نجاح إذا وصلت لها أنت قلت إذا نجاح ما عكس النجاح إذا ما وصلت عكس النجاح ممكن يقولك أنا ما وفقت ما عكس النجاح أعطني كلمة وصلت نجاح ما وصلت عكس النجاح أخفاق أخفاق يعني فشل أنت ما قلت عدم توفيق من أكثر واحد مفروض أن يقولها نحن فشلنا إذا لم يصل لهدفه الذي وعد فيه الناس مفروض للتحاد اليوم الشارع الرياضي متعلم الشارع الرياضي فاهم الشارع الرياضي ما ينسى الوعود ما ينسى الأهداف إذا أعلنت عن أهدافك إذا خلك جريء وخلك عندك شفافية وقل أنا ما وصلت لهدفي أنا فشلت في الوصول للهدف لأسباب واحد اثنين ثلاثة أربعة قد يكون عدم التوفيق أحد أسباب قد فشلك لكن مش عدم التوفيق هو الوصف الذي يوصف الحالة التي أنت فيها زين أنا عندي سؤال ثاني مروان سعادة مروان بن غليطة رجل محترم يبقى محترم بشخصه ونحترمه ورغم خلافنا على أسلوب إدارته اللي كثيرا ما قلنا أنه في مشاكل وأكثر المشاكل اللي كنا نعاني منها كإعلام أنهم ما كانوا يجيدوا مسألة متى يتحدثون ومتى يصمتون كانوا يصمتون في الفترة اللي الناس يقولون يا أخي ولو ببنت شفه يا أخي تكلم اشتقنا لصوتك ويتكلمون في الوقت اللي يقول لك يا أخي لو تسكت أبرك ليش مروان بن غليطة يتحمل مسؤولي بروحة عبدالله ناصر الجنيبي أيضا الشخصية المحترمة المقدر هو من أتى بزاكروني والشارع الرياضي يصرخ يقول لك زاكروني شيلوه قبل كاس آسيا شيلو زاكروني زاكروني ضيع شخصية المنتخب وأصره وبتعالي بعد نحن متأكدين وآخر شيء زاكروني يعني أضاع الإناء بما فيه من طعام كل شيء راح مع زاكروني ليش مروان بن غليطة بروحة يتحمل مسؤولية كل اللي موجودين يتحملون مسؤولية واللي يتبرأ الآن من موقفه نقول لك أنت ما هو موقف مقدر مع رئيسك صح شوف أنت ذكرتنا موذجيا نحن كأشخاص في حياة مهنية نعتز فيهم ومشوارهم المهني وحتى في الرياضة لديهم تجارب ناجحة يعني سواء كان سعادة مروان بن غليطة وسعادة عبدالله ناصر الجنيبي اثنين ما صاحب تجارب مهنية ناجحة ويعني يكفي مروان بن غليطة رأس دائرة كبيرة بس هي غير بسمعني ما هي كلها إدارة هو هنا يدير وهنا يدير هسا جايك أقول لك ليش الغير صارت ليش ينجح هنا وما ينجح هنا نرجع على كلمتنا الأولى اللي رددناها خمسة آلاف مرة منظومتنا كلها غلط منظومة كرة القدم العمل غلط فيه غلط وين بالضبط؟ لأن المنظومة فيها أندية؟ لا القضية شوف القضية يا إتحاد وين بالضبط المشكلة؟ نحن أندية وإتحاد أنا أقول لك لحد الآن يمكن الأمور ماشية لأن المسابقات ماشية وما فيها إخفاقات اللي نتكلم عنها منظومة المنتقب لأنه بينما بينك إتحاد كرة القدم شو دخل بالأندية والمسابقات دور المحترفين ما لا علاقة الرابطة صح إتحاد كرة القدم شغلة الهمة الأكبر المنتخبات أنت يجب أن تحدد يعني أنت الآن قاعد تسولف معي أنت تخرج للحلقة؟ لا ما لك علاقة بالأخراج؟ ما لك علاقة بالأخراج؟ خالد جالس هناك هم أخرج؟ ويحركوا هالكاميرا يقطعوا وذيك شيء كاميرا يدخل زوم وذيك شيء خذ العلاقة؟ العلاقة أنه كل واحد يجب أن يقوم بحمله نزين؟ إذا نقول الآن وين قايمين بعملهم؟ ما قايمين بعملهم؟ أقول لك الاتحاد أنا أعطيك الأندية الأندية براءة أقول لك براءة يا أخي أنا تاجر أنا صاحب مصلحة يا أخي أسوي الشيء اللي في ذني بس أنا كمشرع أنا كقانون أنا كمنظم أنا كقائم على المصلحة العامة حكومة مؤسسة دائرة أنا اللي أضبط الأمور أنا اللي أضبط اللائحة ولا مهاجم من 2010 إلا اثنين يلا هي لأ شوف اثنين هي هذا الدور علي وحمد خليل اثنين هذا الدور أسألت الاتحاد وكم صانع لاب عندك؟ ما سألت الاتحاد بس واحد عندك صانع ما سألت الاتحاد دعني أسألك كم مدافع عندك؟ بسألك ببتول عنده ناشئين وعنده شباب وعنده 19 سنة وعنده 21 سنة وعنده أولومبي خمس مراحل عندك منتخبات سنية ولا مهاجم وتي تقول لي عن الأندية يا أخي الأندية قلت لهم ممنوع تكون حارس مرمى الكل التزم كبير الأندية وصغير الأندية الكل التزم ما معنى مهاجم؟ ما قلت لهم يا أخي أنا ألزمك مهاجم واحد أجنبي ومهاجم مواطن هذا دور المشرع الرياضي اللي نقول عليه الاتحاد كم مرة قلنا أنديتنا الاتحاد أنديتنا ما تبادر عن دياتنا تريد التعليمات وليس ما عليها بمروان في تصحيحنا بس المادة 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 من النظام الأساسي تقول في حالة توقف أو إيقاف الرئيس عن أداء مهم الرسمية موقعا أو بشكل دائم يعني عقد مجلس إدارة خلال سبعة أيام لاختيار أحد نائبي الرئيس للقيام بمهام الرئيس خلال فترة موقعته لحين عقادة الجمعية العمومية التالية التي تعين رئيسا جديدا بالانتخاب حلو هذا الآن نأخذ بالذات في حال لأخر الأخبار أعطيك الحين نعم سمو الشيخ راشد بن حميد رئيس اللجنة المؤقتة ورئيس الاتحاد هذه آخر الأخبار التي وصلتنا من أيضا الزميلة الخليج يا رجل سوري اتحاد كرة القيم لماذا لا يعلن لا يوجد لا يوجد دعونا نكمل في الفصل الرابع في المادة في اللجنة الانتقالية في المادة 151 في حالة استقالة أغلبية أو كل أعضاء مجلس الإدارة يتم تشكيل لجنة انتقالية وفقا لإجراءات التالية واحد تقوم الأمانة العامة بالدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية الأمانة العامة حلو لتشكيل اللجنة الانتقالية خلال سبعة أيام من تاريخ آخر استقالة مقدمة هذا في حالة استقالة أغلب الأعضاء أو كلهم لأن تعطل الآن تعطل المجلس الإدارة اثنين يرأس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية أكبر الأعضاء الممثلين الحاضرين سنن ممتاز وتقتصر مهمته على إدارة الاجتماع ولا يحق له التصويت إلا عند تساوي الأصوات حينها يكون صوته مرجحا ثلاثة تقوم الجمعية العمومية بتكليف ممثلين من الأعضاء ولا يقل عن سبعة أعضاء لتولي عضوية اللجنة الانتقالية لتسيير أعمال الاتحاد وتختار اللجنة الانتقالية رئيسا لها من بين أعضائها أربعة تمارس اللجنة مهام عملها خلال الفترة المحددة في هذا النظام هذا بالضبط الإجراء الإجراء في الحالتين في حالة في حالة المادة 101 في حالة بقاء مجلس الإدارة أو استقالة مجلس الإدارة في حالة 101 في حالة استقالة الرئيس وبقاء الأعضاء وفي المادة 151 في حالة استقالة الأغلبية لا بالبعض الأغلبية أو الكل أعضاء هذه بالضبط الإجراءات القانونية والمسار القانوني لاختيار رئيس اللجنة واختيار رئيس الاتحاد هذا خلص منه أرجع مرة ثانية أرجع مرة ثانية أرجع لتقييم المرحلة الجمعية العمومية وين كانت غايبة طول الفترة هذه غياب 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 كامل أنت لا تتكلم عن هذه الأمور تتكلم عن أمور كثيرة الجمعية العمومية غايبة فيها ولا لغاية الجمعية العمومية دورها لما نوصل لهن لا هذا أحد دور الجمعية العمومية ويندورها في المراجعة والتقييم إذا الجمعية العمومية هي نفسها ما تمارس مهامنا وما تمارس صلاحياتنا كيف 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 تحاسب الاتحاد هذا جزء من الخلل أو هو الخلل الأساسي لا أنت اليوم الخلل أنت اليوم من خلال لا نستطيع أن نقول لكل الذي صار ونضعه في مارفك أو لكل الذي صار ونضعه في زاكروني قبل يعني يا زاكروني وقالوا الريال متسيب وما عنده شخصية وصار تسيب في المنتخب يا مارفك وقالوا الريال عصبي وما يحب حد يدخل في عمله ويدخل وكذا أنت وين دوركم؟ الوضع الإداري والبرحة قلتنا الكلام الذي صار في نادي الشارجة أعطيت نموذج أمس هذا نموذج ووفره بالجهاز الفني يشتغل يجعله الجهاز الفني يشتغل في الملعب صح يشتغل في الملعب الأمور المشاكل الإدارية الأمور الإدارية حلها حلها حط لك نظام إداري الكل يتبعه والكل يمشي عليه اليوم ليس فقط في المنتخب في كل القضايا اليوم التي كانت مرت وكل المشاكل التي مرت في الاتحاد تلاقي هناك يعني ما تلاقي من الاتحاد من يرد عليك الكلام اللي يقوله بالبتور يعني يقولك اليوم نحن في أمور تحصل الاتحاد لا أصدر بيان باستقالة رئيسه وهذا هل بعد تصريح الرئيس نفسه أنت محتاج لحاجة؟ أنت أنت الرئيس نفسه صرح أنه مستقيل أنت شو تنتظر؟ صح إلى الحين كم مر على الوقت هذا؟ وتدعيات وأخبار تطلعت وأمور تطلعت وإحنا ما في شيء من الاتحاد نفسه كلام سليم وهذا مثل لكل القضايا تمر في الاتحاد يا خليفة أنت يا الحيني تطلب منهم أن يا جماعة أنتم سلبيين في أنكم تتخاطبهم مع الناس هذا من ثلاث سنوات هذا ما أقولك كان عليه هذا جانب من جانب الإخفاقة في العمل هذا ليس صيبة يا أبو متحدث إعلامي في فترة من الفترات المتحدث الإعلامي لا يعرف ما يشتغل هذا يقولك أنك هناك ضعف إداري ضعف إداري لأول مرة هذا موجود اليوم المفروض هذا الاتحاد هو المضارة الأندية الاتحاد يكون مرجع للأندية في العمل الآن لا يوجد مدرب في دولة معروفة إلا دولة مغمورة لا يوجد مدرب في العالم إلا نعرف طبيعي عقدة مدة كم لا أعرفك؟ أنا صراحة لا أعرف مدة عقدة كم تعرف مدة عقدة كم؟ قالوا السنة قابلة للتنجي لا أقريتها 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 أين نقرأ؟ ما أقرينا صح؟ وعن استغلات رئيس تعلم وقارنها الحمد لله المعلومة التي أعرفها أن مارفك والتسعة المساعدين خمسة مليون يورو في السنة كم مدلت التعاقد معهم؟ كم ما أعرف لكن أنا أعرف أن تكلفتهم في السنة في الجهاز هذا كله خمسة مليون يورو وخمسة مليون؟ أمس 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 حل المباريات هذا المدرب طيب أنت خل الجانب المالي لأن دائما لا أحد يتكلم فيه لماذا بالنحية من الشفافية أنك تقول الإعلام وتقول الشارع الرياضي هذا المدرب مكلف بتحليل المباراتين كل أسبوع هذا المدرب عند شروط خلل شروط العمل هذه لماذا لم تقلت بعد إقاية المدرب تتكلم عن الشروط؟ لا أحد يقبل منك بعد الإقاية لا أحد قابل منك لا أحد يتكلم عن الشيطان هذه اللحظة تشبه تشبه شغلة يوم قلنا اللاعبين يسهرون ما ينامون بدري إدارة الجهاز الإداري هاجمونه قالك وش درك يوم استقاله قالك لا كانوا يسهرون ما كانوا يتريقون كانوا ينامون للظهر على حسب اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي منشور أحصائية أن مارفك لأيام الفعلية لقضاها مع المتخب الإمارات 73 يوم في الفترة كلها حوالي 260 يوم تتكلم عن ثمان شهور تقريبا من شهر أربعة أنت تتكلم عن الأيام الفعلية التي قضاها أشتغل فيها 73 يوم يعني في شهر عشرة أيام فأنت من مباريات من معسكرات هذه الخمسة أيام لو منظومة عمل صحيحة أنا برجع لك ما يترك الحني معاك بابتون أنا برجع لك الآن يقول لك يعني العاقد شريعة المتعاقدين نعم إذا أنت وفعلا يعني ممكن نمشيها إذا عندي أنا ثلاثة شهر أربعة شهر من المنتخب كل دوري محلي وإذا راح لي ريح ليومين عن مشكلة لكن إذا أنا في خطم المنافسة العاقد ما لي يقول لك يا حبيب قلبي ما في هالكلام أنت موظف عندي أنا أخصم عنك إذا غبت عني يوم واحد أخصم عنك يا أخي ناس عاطلين على العمل كثر الله خيرا للتحاد الذي يتعاقد مع مدربين يارسين ملايين تحصلون أنتوا سيد مرشول الليبي كان يدرب الصين معلومة وصلتني من شخص كانت جالس معه يقول لي هذا أغلى مدرب في العالم مرشول الليبي 35 مليون دولار تقريبا أعلى راتب في العالم الصين يعطونا يالس 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 هناك مع الإيطاليين الرائعين المعروفين الإيطاليين في التزامهم ومحترامهم زاكروني دعونا نذكر له معلومة زاكروني كلها نحن زاكروني وزاكروني ضيع المنتخب ونحن اللي ضايعين زاكروني مباراتيين يشير في اليوم يطالعها هل تدري؟ تذكرها؟ أو لا تذكرها؟ فأنا العقد مالي شي يقول يا أخي أنا ما أرفك ما أعقوله حط عليه شروطه يا أخي أنا أريد أنك أعطي بيزات ليس أنت اللي تعطيني بيزات ما هي الفكرة لماذا قلت لك راسب قد راسب أبو الهول أنت يوم جيك مدرب عالمي من حقه لكن أنت لازم تفرض شروطك بعد وإذا ما يناسبني لأن هذا بكرة ما يعترف بكلمتي يضربها على ذلك الحائط وأنا ما يفيدني هذا وبالفعل إذا كان استبعاد عمر وشاهين وشاهين قرار من عندهم والإدارة كشت أو اقتعدت أو لم تصادمت لها أعد قد تشرخ هذه أعد قد تشرخ في العلاقة شوف الفكرة وين؟ الفكرة أنه أنت اللاعب يتأخر يتقاعس في التدريب كذا هذا إذا عندك بديل تمسك الباب قرار مدرب طبعا قرار مدرب إذا عندك بديل أنت عندك مشكلة في الدفاع محتاج شاهين عندك مشكلة في صناعة اللعب محتاج عمولي حتى لو يلعب لك رشوت حتى لو يلعب لك شوت سؤال أخير عفوا فلما تأخذ ضرب قرار الحائط قرار الإداريين سؤال أخير نعم هل بدأنا منذ الليلة تصحيح مسار حقيقي الآن سواء كانت استقالة أو غير الاستقالة والله إن شاء الله بس أنا ما يعني ننتظر أنه إذا بنفس العقلية تدار لا مرح قيادة جديدة للاتحاد سواء كان شيخ راشد وبالخير والبركة أو ناس ثانين بفكر جديد أي ليش لا بداية تصحيح المسار تعتقد أن هذه الليلة بدأنا منها من أمس يعني نشوف نحن لا نحمل مارفك المسؤولية كلها لكن كانت المؤشرة أن بطرح مارفك والآن تكلمنا لابد الناس اللي يابوا مارفك والناس اللي تكلمت أنت عن العقد وملتزموا بالعقد ومعاهم ويوم شافوهم ملتزم ما حاسبوا واللي هم يابوا ما عرفوا يختارون مدرب طوال الفترة الماضية بدأنا بمهدي باوزة سبع شهور ما عندنا مدرب بعدين باوزة بعدين زاكروني بعدين مارفك بدأنا قال أعتقد هذا الأشخاص اللي يابد أن يحاسبون وهذا اللي يتحملون المسؤولية لأنهم لم يحسنوا الاختيار مهما كان مارفك قيمة قيمة فنية وقيمة تدريبية وقيمة كذا لكن لابد أن يلتزم بعقده ولابد أن يمارس عمله ما نيب مدرب هالكلمة قلت البارحة ويمكن الناس كلموني عليها ما نيب مدرب معار كأنه معار ما في حال مؤقت مدرب مارفك لما كان عندنا كان نيي من هولندا خمس أيام قبل المباراة خلصت المباراة ويركب الطيارة ويرجع هولندا كأنه مدرب معار للمباراة فقط ويروح فلابد أن هناك شكالية ثانية نريدها سالفة شكالية ثانية أن مارفك أساسا اللعبة لا يستلمهم إلا الأيام محدودة من أنديتهم هو لي الطالب مارفك قال في مرة من المؤتمرات قال أعطوني فترة أطول يا جماعة مارفك قال هذين لاعبين محترفين لاعبين لا أحتاجهم لخمس أيام في مؤتمر ثاني قال أنا أحتاجهم لفترة أطول من الفترة التي أخذها معهم ما أقضى في البلد يطوي لا أعرف الفترة اللي يلسوا إياهم في معسكر البحرين ودخل مباراة ماليزيا في فاس ولعب مباراة اندوسيا في فاس الفترة التي قال لكن بعدها صار كلها خمسة أيام والتي بناء عليها صارت الخسارة شكرا لك عافوة يا مرحبا الله شكرا جزيلا أبو زياد شكرا جزيلا أبو زياد تابع الاستقالة أبو زياد أعطيك العافوة أبو زياد أشكرك شكرا جزيلا ما رح يكون حديثنا الأخير عن الاتحاد وعن فترة سعاد مروان بن غليطة لكن بكل سلبيات المرحلة بكل مساوئها بكل خلافاتها نحن نحترم شخصك سعادة مروان بن غليطة ونختلف معك في العمل كما كنا شجعان معك في البداية لن نهتبل الفرصة هذه ونستفيد منها ونقول والله خلنا ما في تصفيت حسابات أنت أخ عزيز توليت المسؤولية فشلت هذا أمر طبيعي في الحياة نجحت هذا أمر طبيعي في الحياة لكن إن شاء الله القادم أحلى بالنسبة لرياضة الإمارات والقادم بالنسبة لك حياة سعيدة إن شاء الله شكرا جزيلا لقاء شكرا جزيلا لكم